طيب خلونا نفضل في موضوع الحب ويومه فكعادتها كل عام يوم 14 فبراير بتحرص الإعلامية المصرية رضوة الشربيني إنها توجه معايدة خاصة للمطلقات والمنفصلين والعزبيات بمناسبة يوم الحب وتقول لهم في تغريدة إلى كل السناغل حول العالم عيد استقلال سعيد لكن اللي زاد هذه المرة أنه رضوة كمان قدمت قائمة بفوائد العزوبية وجالت أنه العلاقات الغرامية والارتباط بيزيدوا الحمل على المرأة وبيخلوها تكون تحت ضغط نفسي كبير أول حاجة حبيبتي أنت ما عندكيش أي نوع من أنواع الضغط النفسي لا بيحبني ولا ما بيحبنيش ولا مهتم ولا ما بيهتمش ولا رد ولا ما ردش ولا عمل حدثة ولا ما عملش ولا قافش ولا مش قافش ولا هسالح ما فيش أي نوع من أنواع الضغط النفسي التنين ما فيش نكد ما فيش دراما ما فيش خناقة ما فيش لبس دايق شعرك اللي باي من تحت الطرحة تلاتة ما فيش مقارنات لأنه الواحدة بتبقى غزبا عنها حديك غزبا عنك بالذات لوحيك مخطوبة تبتيت بصي لشبكة فلانا وبيت هلانا أربعة الفلوس أكتر وقت حضرتك هتعرفي تعملي فيه فلوس وانتي سنجل اللي بعد هي أن أنت بكوني نمر خمسة صاحبة قرارك طيب على فكرة رضوة اختتمت نصايحة بأنه العزوبية والاستقلال زي ما بتسميه فوظى أنه بيشتري راحة البال لكن كمان الفتاة الغير مرتبطة بيكون عندها قدرة على الاعتناء الشخصي بنفسها وبيخليها تحطوا ماسكات وتعمل تمارين وجلسات عناية طيب تصريحات رضوة شربيني قلبت مواقع التواصل وتسببت في حالة من الجدل الناس انقسمت ما بين اللي تضامن معاها وأدولي كمان بالذات كان فيه منهم ضحايا العلاقات العاطفية اللي بيعتبروا عيد الحب وكأنه عيد استقلال ليهم وبتذكروا فيه إيجابية حياة السناقل خاصة في زمن كل يومين بنسمع فيه قصة أزواج بيكتلوا بعض خيانات حكاوة مأثوية طلاقات وكثير أشياء سودة لكن في مقابل هذا فيه ناس ثانية شافت أنه تصريحات رضوة غير منصفة بحق الأزواج وأنه عيد الحب هو عيد عشاق وطلبوها بالتوقف عن تقديم نصائح بتسبب في خراب البيوت على حد تعبيرهم ترجمة نانسي قنقر من القاهرة ينضم إلينا عضو لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة الكاتب والسنارست وليد خيري أهلاً فيك معنا يا وليد اش رأيك في كلام الإعلامية رضوة الشربيلي هل اليوم هذا يوم احتفال بالسناجل؟ أهلاً بيك يا هانم وكل سنة وانت طيبة كل سنة والناس في حب وسلام وأم وأنا شايف أن التصحات دي غير منصفة على وجه الحقيقة لأن في الحقيقة الإنسان كائن أصلاً اجتماعي كما أكد علماء النفس وعلم الاجتماعي الإنسان كائن لا يستطيع أن يعيش بمفرده في كل الكتب السماوية وكل الأديان بتأكد على أن آدم شعر بالوحدة والوحشة وأراد الاستئناس فخلق الله له من ضلعه حواء فالفكرة أن الإنسان كائن وهو كان يعيش في الجنة وفي اتصال مباشر مع الله سبحانه وتعالى فالفكرة أن كل الأفكار دي أنا بعتبرها نوع من الأفكار الهدامة اللي هي بتنقن يعني لا يصح أن تناول وجبة فاسدة يعني التوقف عن الطعام يعني لو أنا خط تجربة سيئة أنا أو آخر خط تجربة سيئة رجل أو ماء هذا لا يعني التوقف عن الطعام الحب من الاحتاجات الأساسية كما فيها مصلوف كما بيؤكد علماء النفس من الاحتاجات الأساسية للإنسان الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون حب وبالحب خلق الله الدنيا حب الله لآدم خلقه هل بتتكلم هذا الكلام وليد لأنه أنت كمان رجل يعني رضوة كلامها كان كمان منصب على أنه الستات دائما هم أو خلينا نقول في الأغلب عشان ما نزلبكم يا رجال الستات هم اللي دائما بتواجههم المشاكل وعدم الإنصاف وهم اللي بتكون حياتهم صعبة لا في الحقيقة لا أنا معروف أصلا دائما بدعم المرأة يعني ملقب حتى بالنصير المرأة لا بالعكس أنا مع المرأة قلبا وقلبا بس أنا مع عدم تغييب الحب تغييب القيمة الأساسية يعني على رأي ست مكلسوم كوكب الشرق وتقول لعب فيكم يا فحب أريبكم أما الحب يروح عليه هي دي القيمة الأساسية لا يصح لا يصح أنا أنطلق من الخاص على العام لا يصح أن أضع تجربة مؤلمة في حياتي وأدعو الناس توقف على الحب وأدعو للسنجلة أو أنهم يعيشوا بمفراد هم يعيشوا ككائنات أحدية الإنسان مش كائن أحدي الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش دون شريك وخلينا نتفق على حاجة خلينا نتفق أن ندعم ندعم كل ما يؤكد الحب ونوجه للناس النصايح في عيد الحب الزات عيشوا في سلام لأنه في النهاية بس أنا ملاحظة حاجة وليدي بدي أقول لك ياها منتهى الصراحة كمان أنه مثلا الكلام هذا اللي بتقوله رضوة والكلام اللي بيقوله الناس بيقيدوا رضوة بيلاقوا خلينا نقول تفاعل كبير على مواقع التواصل الناس من أول اليوم جلسة تبعث مثلا بوستات أو أشياء على واتساب أنه إحنا مروجين إحنا مبسوطين كل هذا الكلام فيبدو فيه تأييد يعني في عدم إيمان بالحب خلينا نقول طبعا بصي أنا مؤمن أنا مؤمن هي الفكة كلها إن الحب ده قيمة ملائكية أوي والملائكة لا تعيش في الجحيم بمعنى إزا إحنا حولنا القيمة دي لقيمة مفسدة دايما يعني صارت كان يقولك في العلاقات عموما ليس العيب في الشخص ولا الشريك العيب دائما في قوانين العلاقة المعقدة الناس ما بتقدرش تتعامل مع قوانين العلاقة المعقدة لكن هذا الطعام يؤذي إذا تناولته بكسر أو إذا أحجنت عنه بكسر ولكني لا أستطيع أن أستغنى عن الطعام الحب هكذا طعام حب صلاة هذه هي الأعمدة السلاسة في حياة الإنسان أنه يكون على صلة وصيقة بربه أي أن كان دين ويكون على صلة وصيقة بحفاظ على جسمه والحب ومشاعر وروحه ثلاث أجزاء ما ينفعش الإنسان يستقيم هذه دعوة أنا أعتبر أنها دعوة لإنهاء البشرية أصلا لإنهاء المشاعر الحب دي قامت عشان ما فيش حب كل حاجة قامت لأن الحب كان غرائب بشكل أو بآخر فأنا ضد جدا كنا أنها تحولت لدعاوة تجارية وإزاي ما قلت حضرتك في المقدمة اللطيفة أنه ده بتحول بقى حاجة تجارية بتستغيلها الشركات والدعاية والمنتجات هذا لا يمنع كل الحاجات الجميلة كده الحياة كده يعني طالما في النهاية البشر تحولوا للشركات كسلعة بس هذا لا ينفي قيمة الحب نفسه لا نهاجمه هذه القيمة الأساسين اللي عايشين بها صحيح الحب جميل وإذا الناس شايفينه كمان الموضوع التجاري فما لازم ينسوا أنه لازم يجيبوا لزوجاتهم اليوم هدايا نذكر بموضوع الهدايا والورد شكلة ماله داعي يزيد الوزن بس الهدايا حلوة نشكرك على هذه المداخلة وهذا الدفاع المستميط عن الحب كان معنا من القاهرة عضو لجنة التعليمية الله يخليك عايز أقول في الآخر أن الخوف من الحب لا يمنع الحال الخوف من الحب يمنع كل شيء شكرا لك كان معنا عضو لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة الكاتب والسينارست وليد خيري شكرا لك